السلام لبنات مرحبا بكم في القناة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم كما راكم تشوفوا راح نديروا وصفة على البني البني بالتفاح البني دوبوم بزافي جبنان وبطريقة سهلة وسريعة في نفس الوقت هنا لدينا المقادير 3 حبة تفاح 200 غرام تفارينة 200 مليلتر حليب هنا 4 مغرفة سكر هنا استعملت البني وانت تقدر تستعمل السكر الابيض العادي هنا مغرفة بيض وعدنا نصف صاشتة خاملة الحلوة وقرصة ملح ومغرفة صغيرة تفانيليا او لفاني هذو ما المقادير مقادير بسيطة في متناول الجميع ان شاء الله والوصفة سهلة وسريعة ورح يحبوها ولدكم تاني وصفة بزاف جبنينة وما ننسوش الزيت اللي نقليوا بها لبني ونروحوا لتقطع التفاح كما كم تشوفوا هنا قطعت اول نقية اول حبة راح نكملوا نقية التفاح تانا بهذه الطريقة نروحوا نقيوها عادية ومن بعد راح نحولها هادا كلو بالتحى في الوسط بالموس ولا بهذه الادات اللي عندها تنقي بها حتى تنديرو تقبها في الوسط ورح نحو كامل هادا نتقبها مليح ونحو كامل هادا ذاك زرعة ونستعملوا الموس تاني الموس تاني استعملت هناك كما كم تشوفوا هذه الزريعة تعتفاحة هي زريعة سامة ما لازمش يكلوها ويكلوها ولدنا هذه سامة بزاف ونقيوها كامل من هذه الزريعة ونحو اللوب بتاع تفاح هذا اليابس كما كم تشوفوا بهذه الطريقة هنا كمنا كامل الكمية تعتفاح بهذه الطريقة رح نديرو تقبة في الغسط اخسلناهم بعد انقطعوه دوائر كما كم تشوفوا دوائر ما خشينا بزاف مرقيقة بزاف ولكنت كتجيها خشينا ولا نقصوها ما عليش نورمال ونحو كامل هذو كما قطلكم زريعة هذي كسمة والشوائب ليكونوا في الوسط بهذه الطريقة نقطعوها دوائر هكذا هنا في هذه المرحلة تقدري اضيف شوية قرفة للتفاح ولذر فوقه شوية سيك خفانية انا مدرت لوالو خليته هكا بهذه الطريقة نروح ونخدمو لابا غاية تعليبين ينتعنا اول حاجة هنضيفوها هي السكر هنا استعملت قطلكم السكر البني هدا وش كان عندي في الدار وانتي استعملي السكر العادي اضفت مئتين ميليلي تختاع حليب تقريبا كستة حليب ناقص ثلاث أربعة لكستة الحليب ناقص شوية كستة الحليب ناقص شوية هنخلطو كامل هذك السكر مع الحليب باش اذو بنا هذك السكر من بعدها راح نضيفو الحبات على البيض ونخلطو منضارا وجديد هنا استعملت لفوي وانتي قدي تستعملي الباتر باش تسرعي العملية قطلكم هادولي بنيين بزف بنان وغابد في نفس الوقت راح يتحضروا في اربع ساعة في اربع ساعة قدي تحضرهم نزيدو هاديك لفاني والقرصات على ملح ونخلطو ملح ملح من شاء الله راح يحبهم ولادكم انا بزافي عجبوهم وطريقة ذكية باش ولادنا يكلوا الفاكية اللي مايحبوهاش مايحبوني يخدها أنا فاكية ندخلوها لهم في وسط الوصفات بهذه الطريقة وكيما قلت لكم طريقة ذكية باش يكلوا الفاكية مايحبوها شنا منباه واشنو مايحبوهش منباه بالي التفاح كيمديرو لو مايحو بي مايحبوه ملحبو شمنباه بالي التفاح كين لداخل ياكلوها وجيوو بنينا هنراح نضيف الخاميره ضفت الفارينة نصهم بعد نكمل النصف الآخر ونزيد عليها الخميرة الحلوة كما تشوفوا ونخلط منظره جديد وصفة سريعة إن شاء الله تعجبكم ونوح نوجه تحية كبيرة للبنات اللي هم يشجوا فيها وما تنسوش دعموا قناتي قناتي محتاجة دعمكم واللي التحقت بنا أول مرة نقولها مرحبا بك في القناة وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعل الجرس ليصلكي كل جديد هذه هي لابا غي التانا كما راكم تشوفوا هنا راح نبدأ نقلي للبنية هنا في مقلة ولا في كسرنا تكون غامقة شوية نديروا شوية زيت ونسخنوا هم لحزيت على نار عالية ونبدأ نقصوا للفرن شوية وباش نطيبوا لبنية تانا هنا راح نغطسوها دوكلي غندل تحتفلها في القناة اللي ختمناها هكذا ونقطروها مليح ونقليوها في هذيك الزيت مش رح تدي معانا وقت كما كم تشوفوا منبا دو مينوت تخوى مينوت راح تحمار بهذه الطريقة نغطسوها مليح في هذيك لابا غي ونقطروها باش من نفسدوش هذيك هذيك الزيت وما تكحلناش بهذه القطرات كما كم تشوفوا تدير لما قطرناها شمليح تديرنا قطرات قطرات صغر تالعاجينة في الزيت وحتكحالنا بالخف احنا لازم نخليوها باش نكملو بها كامل اللي بينين توانا هكذا ولا كحالتكم تقدروا تصفوها عادي وتعودوا تقلو بها مكاش مشكل كما كم تشوفوا هنالي بينين توانا قلبتون طابو تمتم ما قلتلكم منبا ماش حيدو معاكم زوج دقايق ولا ثلاثة يطيبو والتحذر تعليبيني واحد منبا عاش دقايق صافي انكاردو اعتقدت وجدي لبيني هنالح نرشع عليهم سكخة غلاس كيب هذي الطريقة ولا تقدر ترشع عليهم سكخة عادي السكخة الابيض العادي هنالحسب الرغبة كما كم تشوفو هنالي بيني توانا وجدو رشي تالي هم رشيك خيجراستانا بهذي الطريقة كما مكن تشوفو جوا بزاف هايلين وين تكلو قطلكم مسخونين ما باردين ما لازمشي بردو بزاف بسكولي بيني كي بردو يفزدو كما كم تشوفو جوا بزاف بنان هل هم لبنيتا وانا وهناك يقطعتها كما كم تشوفو التفاح رويبا في الوسط يجو بزاف بنان شهية طيبة للجميع ان شاء الله تكون عجبتكم لاغو ستا اليوم ونالت رضاكم وان شاء الله هتجربوها وديروها لأطفالكم وحتى للكبار على شلالة انا اول وحدة كليتها بالوقفية منبا وفي الاخير نقول لكم ما تنسوش الدعم والقناة بجام وكومنتيغ وباختاج للفيديو باش تلحقها لغوسات الأكبر عدد من البنات ويستفدوا منها ونتعلموا طريقة جديدة لصنع البني مشي شرط نديرو دي بني غير بالمعجون ولا بالمعجون ولا شوكولة ولا كي نطلق أخرى لصنع البني ان شاء الله تأجبكم هذي طريقتي وتنال رضاكم وجربوهم وترجو لي الخبر ونتلقوا في فيديو آخر ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقصة اشتركوا في القناة